بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا بنخصص الحلقة دي عشان ننغمس في انوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونغوص في انوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فما يخرجش الواحد مننا إلا وهو ببصيرة جديدة يرى الحياة بعين من عند الله سبحانه وتعالى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما اوتي جوامع الكلم اوتي جوامع الكلم لان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما وصف نفسه قال انما انا قاسم والله يعطي فالله سبحانه وتعالى اعطاه هذه الجوامع عشان يوزع على البشر كلهم انوار المحبة والوصال والوصل بالله سبحانه وتعالى وعشان كده بنخلي حلقة النهاردة عشان نعيش مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأجل ما نعيش مع حضرة النبي في حديثه وجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم النهاردة معنا حديث من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم فيما رواه سيدنا أبي هريرة عن حضرة النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويسخط لكم ثلاثاً يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولي من ول الله أمركم ويسقط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال حديث ده أخرجه لمن مسلم في صحيحه الحديث ده أنا بيروق لي أن أنا أسمي هذا الحديث حديث الأمن المجتمع سواء الأمن المجتمع ده على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع كله أنتم متعودين أننا لما نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نحاول نتقدم مع حضرة النبي فما نقرأها من جانب واحد بس نقرأها من كل الجوانب نقرأها من جانب الاجتماعي نقرأها من جانب الاقتصادي نقرأها من جانب الأخلاقي نقرأها من جانب الفكري لأنه هو ده اللي يليق وإحنا بنسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تسمع كده قوله صلى الله عليه وسلم إن الله رضي لكم ثلاث ويسقط لكم ثلاثا أول حاجة قال الله سبحانه وتعالى رضي لنا أن نعبده وأن لا نشرك به شيئا وده يخلق لنا مبدأ مهم جدا جدا ومبدأ إيه؟ مبدأ العبودية أنا دايما نقول لازم احنا نعيش فكرة العبودية الآمنة أن الله جعلك عبدا ليدخلك في أمانه يبقى الله سبحانه وتعالى يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا يعني كونوا في أمان الله بيه؟ بالعبودية أليس الله بكاف عبدة؟ أليس الله بكاف عبدة؟ ولذلك العبودية تدخلك في أمان الله يبقى شوف كده أمان الله يبقى دوت أول معنى أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا خلاص لا تشركوا به شيئا يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أم بكر ما بالك باثنين الله سالسهما إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يبقى إلا حاصل يبقى الذي يعبد الله لا يشرك به شيئا فيخاف منه آه ده في أمان لا يشرك به شيئا فأحد يتحكم في رزقي آه ده في أمان لا يشرك به شيئا فيشعر أن حياته تملكوا الأحداث أو يملكوا أي إنسان لا مش هنعمل كده يبقى هنا حاجة اسمها العبودية الآمنة تعبد الله عبودية آمنة دي أول حاجة يبقى ده أول مبدأ يبقى أنا لو إن أنا في المجتمع بعيش بالعبودية الآمنة هتحرك في كل مكونات حياتي وأنا مليء بالثقة بالله مليء باليقين وعشان كده إلا يحصل سهل جدا نروح بقى للمبدأ الثاني اللي هو مبدأ إيه مبدأ الاتحاد ومبدأ ماذا الجمع أنا بحب يسميه الاتحاد الجامع إيه اللي هو الاتحاد الجامع ده وأنت اعتصمه بحبل الله جميع الله هو الجامع فنمسك بحبل الله سبحانه وتعالى فنتحد بحبل الله سبحانه وتعالى وأنتمسك به فيحدث إيه فينطلق تخيل بقى فينتقل الأمن من أمن عبد إلى أمن العبيد فكل العبيد يعيشوا في حالة اعتصام يعني إيه اللي حاصل محدش فيه ما يؤذي التاني محدش هيقدر يتعدى عليهم لأن خلاص الأمان بقى مضروب في عددهم دايما نقول كده مش الأمان مضروب في عددهم في عدد الذين اعتصموا لا الأمان مضروب في مددهم مدد كل دول ولذلك إلا حاصل لما يجتمع الناس ولذلك حضرت النبي أراد إيه ما بالك باثنين الله سالسهما هو ليه ما قالوش ما بالك بي وأنا رسول الله أتظن أن الله يسلمني والله يعصمك من الناس ولكن حضرت النبي كان عايزه إيه عايز يدخل كمان أمان سيدنا أبو بكر مع أمانه فيحس أن سيدنا أبو بكر أنه له أمان أيضا ما بالك باثنين يعني إيه اللي حاصل أنت كمان لك أمان عند الله ولذلك أن تعتصموا بحبل الله جميعا فالاعتصام الاتحاد الجامع الذي يجمع على من جميعا شوف جميعا يعني يجمعهم الله سبحانه وتعالى الحاجة الثالثة وإيه وأنت نصح من ول الله أمركم يعني إيه النصيح يبقى الحاجة الثالثة هي النصيحة هارف النصيحة جاي من إيه من النصح النصح اللي هو الجلاء والوضوح والتخلص من الشوائب وكأن زي ما بنحط الحاجة الذهب على النار عشان يتنقى كمان بيحصل النقد ويحصل النصح عشان إيه نتنقى من أخطأنا ومن تقصرنا يبقى النصح ده يخلي حتى الشخص اللي بيتولى الأمر ما يحسش أنه هو الوحده لكن يحس أن المجتمع مساند ليه ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكلام ده بصيغة الجامعة فقال إيه قال إيه في النصيحة الثالثة اللي هو بيرضاه الله سبحانه وتعالى وأنت ناصحه فالنصيحة تبقى متبادلة اللي تولى أمر الله اللي الله سبحانه وتعالى وله أمرنا ينصح لنا ونحن ننصح له ولزي كيف حديث الرسول الله وسلم أدينه النصيحة قلنا لمن يا رسول الله وم بعد كده وليه للأمراء كمان للي بيتولى الأمر يبقى كل ولعامة المسلمين كلنا بنتناصح لأن النصح يجلي الحقيقة والنصح يخلصنا من تقصيننا وشوائبنا يبقى عندنا ثلاث قيم بتمثل الأمن المجتمعي ماذا؟ أول حاجة العبودية الآمنة والاتحاد الجامع والنصح والنصح المكمل والمانع المكمل للتقصير والمانع من الوقوع في الخطأ على الدوام طب دي ربنا رضا رينا إيه بقى ده التحلية دي الحاجات التحلية فين بقى التخلية؟ إيه الأشياء اللي نتخلى عنها؟ برضو ثلاث أشياء من أسوأ الأشياء اللي بتهدي المجتمع يلا ويسخط لكم قيل وقال الشائعات قيل وقال الشائعات كلام 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 ولا أصل له قيل وقال دي بأول حاجة تدمر المجتمع خلينا نكتبها وفكرنا كده الايه؟ الشائعات اللي هي يعبر عنها بايه؟ بالقيل والقال هو القيل والقال بس تطلق على الشائعات تطلق على كل جنس كلام مؤذي مدمر يفسد العلاقات كل ده داخل في القيل والقال الغيبة قيل وقال النميمة قيل وقال الكذب قيل وقال شهادة الزور قيل وقال يبقى كل ده داخل في قيل وقال وإضاعة المال بأول حاجة الشائعات تاني حاجة إضاعة المال هو ايه؟ اهدار الموارد اهدار الموارد بيفسد المجتمع لما تسمعوا حضراتكم ان احنا عندنا اموال بالمليارات بتهدر بسبب ان احنا نهدر في مسألة الغذاء بعض الارقام ممكن توصل لتسعين مليار عشان ايه؟ الناس بتهدر الأكل المال هنا مش بس الفلوس الأكل اهدار اللبس اهدار كل الحاجات دي فيها اهدار العالم دلوقتي مش مستحمل هذا الاهدار ولزيك الحديث ده مهم أنا ليه جايبه؟ مفيش العالم لا يتحمل الاهدار واحنا لازم يكون عندنا من القوانين ما نمنع بيها الاهدار في بعض الاحيين في حاجة اسمها حجر على الناس عشان هو مش من حقه ان هو يهدر المال الحاجة التالتة وكسرت السؤال الفوضى المعرفية الفوضى المعرفية دي تقول فوضى العلمية ده ضياع فاكرين حديث رسول الله عليه وسلم لما الرجل شج في المعركة فقالوا لنا لا نجد إلا أن تختسل الرجل أجنب فقالوا لنا لا نجد إلا أن تختسل فاختسل الرجل فلما اختسل الرجل إلا حصل مات فحضرت النبي قال إيه؟ قتلوهم قتلهم الله إنما شفاء العيل السؤال شفاء العيل إيه؟ السؤال يبقى الحل عندنا هو أن احنا نسأل وأن نرجع تاني ما يسمى بالمرجعية ونقصد بالمرجعية هنا أهل العلم ولذلك إحنا ببساطة خالص لازم نمتنع عن الثلاث حاجات دولة يبقى نمتنع عن إيه؟ أول حاجة نمتنع عن قيلة وقال نمتنع عن الشائعات والكلام المدمر الهدام وإيه؟ وبعد إضاءة وإضاءة المال إهدار الموارد وآخر حاجة إلا حاصل نعمل حاجة مهمة جدا كمان نتجنب كمان كثرة السؤال الفوضى المعرفية والفوضى العلمية اللي إحنا بنعيشها مش معقولة تبقى البلد فيها مليون ومية مليون وعشرة مفتي ومية مليون وعشرة محلل اقتصادي وبقى نفيش مانعي كمان يبقى محلل اجتماعي ويا سلام بقى لو دخلنا على علم النفس كله بيعرف علم النفس هيدخل على الانترنت ويجيب توصيف هو عنده في صام على فكرة عنده والله شوزفريني والله الرجل ده عنده شخصية برانونية ليه ده كله ينعمل في بعض كده ليه؟ وتبوز المجتمعات وتمزق فلذلك المجتمع يكون آمن إذا خلينا المجتمع من الثلاث حاجات دي من الأكاذيب والأوهام وده رقم واحد ونخليها أيضا من إهدار الموارد ونخليها أيضا من ماذا؟ نخليها كمان من مسألة فوضى الفوضى العلمية ويمتى المجتمعات تتماسك وتبقى مدعومة في الأرض لو فيها الثلاث حاجات العبودية الآمنة إضافة لإيه الاعتصام والاتحاد الجامع وآخر حاجة يكون النصح الحافظ الحافظ وأيضا المكمل بالتلات صفات دولة مع التلات تخليات دول أظن المجتمع يكون محقق أمان المجتمع ويكون في حالة رشد وسلام ترجمة نانسي قنقر